سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي أيوب عليه السلام الحلقة الثانية في المرة الفاتت يا جماعة قلنا إنه أصحاب أيوب الثلاثة لما سمعوا بأخبار محنته ماشوا عشان ينزروه ولما شافوه من بعيد ما عرفوا لكن لما تأكدوا منه بقوا بشوت عالي وشرتوا ملابسهم وكبوا التراب فوقرسينه وقعدوا يموا في الوقت سبعة أيام بلياليها وما قدروا تقولوا ليه ولا كلمة واحدة لأنهم شافوا حالته اللي كانت صعبة جدا لكن سيدني أيوب فتح خشمه ويتكلم ولعني قدامه ما اليوم اللي تولد فيه وكان من ضمن ما قالوا كنت أتمنى لو أنه يوم ميلادي ما كانت كتبوجا يا ريت لو أني مت بمجرد ما تولدت ليه كانت فيهم تحتني بي لو ندا كنت الليلة ميت وراقت في راحة وهدوء مع عظماء الكون الخلدوا أسمعهم في التاريخ أو مع الملوك أصحاب القصور والعز يا ريت لو مت واندفنت زي أي طفي المات قبل ما يطلع للحياة يا ريت كنت هناك في محل الراحة المحل الأشرار ما بيقدروا يعملوا فيه أي مشاكل المحل البرتاحه فيه التعبانين من تعب الحياة وفيه الأسرة بكونوا آمنين وما فيه إنسان يقدر يسخرهم أو يزلهم هناك بتساوي الصغير الكبير ويتحرر العبد من سيده فايدة حياة الناس المغهورين شنو إيه فايدة الحياة للناس المنتظرين الموت وما بجيهم معينهم بيفتشوا ليه واكتر من تفتيشهم عن الكنوز الناس اللي بيفرحوا يكونوا في غاية السعادة لما يقولهم قبر يضمهم إيه فايدة الحياة لإنسان معكسة عليهم واللسات جعلوا المسالك أنا أكل بيقى النواح والأنين والدموع الجارية مثل المطر بيقى تشرابي جاني اللي كنت خايف منه وبيقى ما عندي سلام ولا راحة ولا بالي بيقى مسرور مع الضيقة الشديدة هاو بعد الكلام ده واحد من أصحاب أيوب اللي هو اليفاز رد عليه بكلام طويل كان ملخصه يا أيوب يا صديقنا العزيز نحن بالتأكيد ما قصدا نزعي لك أبدا لكن مع كده برضو لازم يتكلم معاك على أي حال أنت مش أرشدت كثير من الناس التائهين وقود عزيمتهم أنت نسيت كلامك للي يأسين اللي يحيت في نفسهم الأمل طيب لما بجيت في ضيق ليه تراجحت وما تحملت وارتبكت من الخوف أنت نسيت التغوى اللي كنت متمسك بيها مش مفروض يكون عندك يغين بالله أنت حصل شفت إنه في واحد بريء الله لك ولا سمحت إنه الصالحين الله أبادهم أنت ما عارف إنه البيذرع الشر والمشاكل ما بيحصد إلا الشر والمشاكل برضو لأنه ببساطة الله بنفخه بمحاوم من الوجود وبعصفة غضبه قادر أن يهلكم أهوي أيوب رد على صاحبه وكان من أهم ما قاله أنا المصائب اللي نزلت عليه لو وزنوها حيلقوها تقل من صخور الجبال عشان كده لازم تفهموا إني ما راضي وبحتج فهموني يا جماعة فهموني عشان أسكت وروني إذا خالفت الله وعصيته في أي شيء حتى لو كان صغير ما أفتكر ما أفتكر إنكم عليه حق إذن أنتم تبقوني على شنو أنتم تبقوني على كلامي وتقديركم لكلام زول بائز زي وأنا بس كلام تافي كلام تافي بشيله الهوى وخلاص أنا بحزن أنا بحزن زيادة على حزني كمان لما أشوفكم واكفين ضدي أنا الضعيف المستعدين تبيعوا صاحبكم وفضلكم أسمعوني أنا ما بكذب عليكم أبدا غيروا رأيكم وتصدموني ساكت غيروا رأيكم غيروا لأنكم مش تشككتوا وطعنتوا في نزاحتي أنتم بتفتكروني أنا ظالم ما كده يا أخي بتفتكروني أنا ظالم لأني عبرت عن حالي عشان كده عشان كده شايفيني أني ما بعرف الميز بين الخير والشر ما بميز بين الطيب والخبيث أها بعد كلام أيوب وحيجو أخذ الفرصة صاحبه الثاني بلد واتكلم معاه وقال يا أيوب كلامك ده بالجد مجرد كلام يشيلوا الهوى لغاية متين أنت حتصر على كلامك وتفكيرك ده تفتكر أنه الله ما عادل في حكمه هل القدير يميل عن الحق بالتأكيد أولاد قلتوا عصوا الله عشان كده عقبهم على زنوبهم أنت زي سألت الله وأخلصت له وكنت طاهر وتغي الله بالتأكيد ما حينساك وحيرجعك لمكانك الصحيح ومستقبلك حيكون عظيم جدا وأموارك حتكون أكثر من الأول أنا بس أل يا جماعة بس أل كيف الإنسان يكون صالح ويرضي الله في رأي أنه الإنسان إذا حاول إذا حاول إجادة لله مستحيل مستحيل يتوفق في مسعودة الله بالتأكيد ما بشر زي عشان أتحاجج معه ونمشي المحكمة ويكون في واسطة خير بيناتني يتوسط ويرفع عني جبر وطن الخوف من خصميل في الحالة دي كنت حاتكلم وما خاف لو كان الله زي البشر كنت حاواجه ويثبت لي وانني بري هاو بعد كلام أيوب ده برضو صاحبه الثالث سوفر يتكلم معاه وقال يا أيوب هل تفتكر إنه كلامك ده كله مفروض يعدي وساكت كده ويمر بدون رد؟ أنت فاكر إنه كلامك الغريب ده صاح؟ وممكن يكون حجة يغنى على الناس ويحكم عليك بالبراء؟ تفتكر إنك ممكن تهزب الطريقة دي والناس ما تواجهك وما تعرضك؟ أنت بتقول إنه عقيدتك صحيحة وإنك تغي وصالح والله راضي عليك لكن أنا بتمنى إنه الله سبحانه وتعالى يوريك الخافي من حكمته عشان تعرف إنه بيعاقبك بأقل من البتستحقه على معاصيك أنت تقدر تفهم إصرار الله؟ وقدر شنو؟ هي حدود معرفتك عن الله الغدير علم الله أعلى من السماء وإنت ما حتقدر تظليه أبدا الله حدوده ما عندها نهاية أبدا وغوة ومعها أو بعده هو عشان كده يفعل ما يشاء مثلا إذا قالك تبليك إنك تدخل الحراسة وعاغبك في أي غوة تقدر تمنعه؟ هو بالتأكيد علم بالشر وبأهل الشر والضلال وبيراعوا التصرفاته عارف؟ إذا تولد حمار الوحش أليف الأبلح حيبقى إنسان حكيم برضو عشان كده انتبه يا أيوب انتبه انتبه يا أيوب تذكر إنك لو توجهت بقلبك لأ الله ورفعت له يدينك وتبت وما خليت الشر يسكن دارك بعد كده ممكن ترفع راسك عالي وتكون سابت ومتخاف وحتنسى البلل لأصابك ده وما حتتذكره إلا لحظات قصيرة جدا حياتك حتكون مضوية أكتر من ضو الشمش في نص النهار وضلام حياتك حيتحول لنور وتكون مطمئن في حياتك وتنوم وإنت مطمئن وآمن وما في إنسان حيزعجك وكثيرين حيقدروك ويطلبوا رضاك أما الأشرار عيونهم حتعم عن الحق وما في طريقة لهم عشان يهربوا وحيكون بأسين ويأسين وحياتهم أخير منها الموت أهو أيوب يا جماعة بعد الكلام ده سأل طيب في أمل للإنسان بعد ما يموت يبعث ويرجع للحياة من تاني واليفاس صاحب أيوب اللي كان يتكلم معه في الأول خاطر بمرة تانية وقال من ضمن ما قال يا أيوب أسمع يا صاحبي خلنا أقول لك اللي شفته وأكلمك بالحكمة اللي تناقلوها الحكمة عن أجدادهم بدون تزيف وما كتموها لما قالوا أن الشرير حيدعزب طول عمره وأيام الظالم المفتري معدودة حتما الشرير دائما بيكون مضطرب ومرعوب وما بحزب الأمان أبدا حتى في وقت السلام وما بكون عنده أمل في الخروج من الظلام اللي عايش فيه عشان كده مصيره أنه يواجه العنف ويموت مقتول وبعد ما يموت يكون فطيسة مرمية للسجول الشرير فيهم أسود منتظره وما في ليهو مهرب الشرير لما ينزل عليهو الضيق يركبو القلق وينزعج ويكون زي الملك اللي بيستعيد للحرب وبيحصل ليهو كل ده لأنه تجرأ ويتجاسر علي الله وتحداهو وتمرد عليهو ومعاينه ثري ومكمل بالقوة وصحة البضن الله حيخضب عليهو ويعاغبه وماله حيتبدد عشان كده حيسكن في مدن مخربة وبنيان مهجور وهش ممكن يقع في أقرب وقت وما حيدعاتك من الظلام إنما حتاكله النار وبنفخه من الله حيتمحي من الوجود وبعد كلامه يا فاز ده أيهو بيحترض وجزم الرده كان بالمناسبة أنا الكلام الفارغ ده سمعته قبل كده أنتو كلكم معزين متعبين هو الكلام الما مسؤول ده ما عنده حد شنو بيخليكم تقولوا لي كده تفتكروا لو كان الحصلي ده حصليكم انتو أنا كنت حاهز راسي مستنكر ومستغرب وحقول لكم نفس الكلامة اللي قدتوه لي ده بالتأكيد لا وإنما كنت حاشجعكم بنصايحي واعزيكم وسنتكم بكلامي دلوقتي إذا أنا تكلمت أو سكت ده كل ما حيغير حالي ولا حيخفف أو يزيل الحزن والغم عني انتو زي ما عارفين أنا لبست الخيش وختيت كرامتي في الواطة وعيوني تورموا وحمروا من كترة البكة وكل ده على حالي معا إنو صلاتي كانت خالصة لله وما مدت يدب العنف ليزول يا ريت بكاي ما ينتهي ويا ريت لما أموت دمي يصرخ من قبر طالب العدالة بكل أسف أصحابي بشمت فيني في وقت الشدة ولله أبكي وأشتكي لأن لي في السماء من يشهد لي يا أصحابي بدل الشماتة أسألوا لي الله إنو نجيني لأن سن عمري أصبحت معدودة وماشي للنهاية في طريق ما منو عودة طيب يا جماعة الليلة خلونا نقيف هنا الليلة خلونا والله حما أبقدر واصليني شوية يا حلق صديق لا لا ما عليش خلونا المرة الجاية عندي مشوار بأشعب والله خلال عزرناك لكن المرة الجاية يتون أطوري إن شاء الله حوافر المرة الجاية إن شاء الله تحية زروق إخراج تماضر شيخ الدين اشتركوا في القناة